السلام عليكم ومرحبا بكم معا يامين جديد في قناة مريم في لالين اتمنى تكونوا كاملين بألف خير يارب وبصحه جيده اليوم كيفما كتشوفو ضمن سلسلة اطباق الرمضانية جبت لكم هاد الحريشات مالحين كيجي وروعه في المضاق ووحتف الشكل كيشاهيو كيعطيو حد الكميه وفيره مقادير جد بسيطه تعتبوه معي المقادير وطريقة التحضير نبدأه على بركة الله سوف نحتاجه الناية 500 جرام ما يعد نص كيلو الساميد الرقيق دي الحرشة وعندي واحد الملعقة صغيرة دياله موطرد او الخردل عندي ثلاث ملاعق ديال زيت المائدة وعندي الماء دافئ وعندي ثلاث قطع ديال جبن المثلت كليكم استعملوا اي جبن بغيته وعندي الفلفل الوان او الاحمر الاخضر وعندي بصلة كبيرة مفروق ماء قطعتها الى مربعات صغيرة وشحرتها في الزيت والملح وعندي الزيت والاسود مقطع او الاشرائح يمكن لكم استعملوا احتى الاخضر بالنسبة للتوابل عندي واحد الملعقة كبيرة ديال السكر وعندي ملعقة صغيرة ديال الملح وعندي قليل من البابريكا القليل من الفلفل الاسود والقريل من الحار وملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز اول حاجة غاد نزيد واحد الملعقة ديال السكر على الخميرة ونزيدهم الماء ونحركهم الزيتون والبصل والفلفل والجبن بشكل جيدا كبيرة جيدا لكم اضعوا فيها اي مناكهات كتعجبكم الزعتر او لا اي حاجة كتعجبكم حتى الجبن احمر حتى وكيجي فيها رائع او اللتون وكن خلطوا هاد المكوينة جيدا من بعد كنزيدوا عليهم الخميرة وكن بدون نزيدوا الماء وحنا كنخلطوا غير بس بعض ديالكم تدريجيا كيف ما كتشوفوا قد ترجع لها الشكل جارية شوية كتعرفوا سميدة كتشرب القوام ديالها هكا وغد نجيبوا البلاستيك الغذائي ونغطيوها ونخليوها ترتاح او تخمر حمال 20 دقيقة حتى 30 دقيقة من بعد ما خمرات نزولوا البلاستيك الغذائي انحتاج زيت الماء ايضا نحتاجوا قليل منها من الساميد الرقيق وغد نجيبوا حد الإطار دائري ووضع المقلد فوق النار ونوضع يسخن دهنوا بالزيت ونوضعوا يسخن كندهنوا يدينا بالزيت وكنديروا واحد الكورة صغيرة اللي تقدلينا هادك الإطار وكن نرشوا عليها الساميد الرقيق وكنحطوها مباشرة في الإطار وكننضغطو عليها باش تشد الشكل الإطار سوف يكون بقوم استمررين أنا استعملت هذا الإطار الصغير واستعملت واحد آخر كبر منه كيفما كتشوفو كنحطوها مني كنحسوا بها جمعة راسا شوية كنزولو الإطار وكنقلبوها صافي حتى كنكملو الكمية كاملة اللي عندنا كيفما كتشوفو كتجي رائعة كتخرج واحد الكمية مهمة باش حتافضوا بها في المجمد كتجي كتجي رائعة من الداخل المضاق ديال هالا ديد إلا درتو هدك الإطار الصغير غتخرج لكم كمية أكبر من هذه أنا درت هدك الإطار الكبير باش نربح الوقت وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ أنا دائما كنديرها في هاد بلاستيك الغذائي من الأفضل خلي واحد تتبرد تماما وديروها في البلاستيك واحتفظوا بالمجمد ما كتشكل حتى شي خطورة على صحة ديالنا باش كتنفعكم في رمضان غي كتجبدوها وكتسخنوها نتمنى يفيدكم هالفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد شكرا اشتركوا في القناة